وفي ملف الأزمة السورية عبرت موسكو عن رفضها الاقتراح فرض حضر للطيران على سوريا معتبرة أن هذا الأمر أثبت فشله في العديد من دول العالم وجاءت التصرحات الروسية فيما يواصل المسؤولون الأمريكيون والروس مباحثاتهم في نيويورك لإيجاد حل للأزمة السورية في وقت اتهم فيه الرئيس السوري بشر الأسد الإدارة الأمريكية بعدم امتلاك الإرادة لمحاربة تنظيمي داعش والنصر فيما شهدت مدينة نيويورك اجتماعات متواصلة خلال الأيام الثلاثة الماضية حول الأزمة السورية أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتاري تشوركن أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأمريكي جون كيري حققا تقدما في محادثاتهما حول سوريا وقال تشوركن أن الجانبين واصلان المحادثات مضيفا أنهما ربما سيجريان مزيدا من اللقاءات اليوم من جهته أعلن نائب الزير الخارجية الروسي سيرجي ريبكوف أن موسكو تعتبر الدعوات إلى فرض منطقة حضر جوي في سوريا أمر غير مقبول وقال ريبكوف أن الأحاديث عن أن هذا الإجراء من شأنه أن يسهم في استغرار الوضع في سوريا باطلة تماما نظرا للنتائج التي أدت إليها مثل هذه الخطوات في مناطق أخرى من العالم وفي سوريا اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن كل ما يقوله المسؤولون الأمريكيون عن الصراع في سوريا مجرد أكاذيب مؤكدا أن هجوم التحالف على موقع للجيش السوري في دير الزور كان متعمدا وضاف الأسد في لقاء تلفزيوني أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك الإرادة للعمل ضد تنظيمي جبهة النصر وداعش لأنها تعتقد أن هذه المجموعات الارهابية ورقة في يدها تستطيع استعمالها لتحقيق أجندتها الخاصة مشير إلى أن الولايات المتحدة ليست مستعدة للانضمام إلى روسيا في محاربة الارهابيين في سوريا من جهة أخرى شهد حي الوعر في مدينة حمص اليوم خروج أكثر من 120 مسلحا في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق التسوية ومن المقرر أن يخرج 130 آخرون في وقت لاحق فيما أكد مسؤولون سوريون أن هذا الاتفاق من شأنه التوصل إلى اتفاقات لإعادة الأمن والاستقرار إلى كثير من المناطق كما شهد حي القدم جنوب دمشق اليوم تسوية أوضاع نحو 250 شخصا في إطار المرحلة الثانية من المصالحة في الحي وكان 170 مسلحا قد سووا أوضاعهم في حي القدم في يناير الماضي مما مكن نحو 500 عائلة من العودة إلى منازلها في الجهة الجنوبية من الحي اشتركوا في القناة